يا لحظ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الإخوة والأخوات نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك الطيب ولازلنا في هذه السلسلة المباركة وهي سلسلة مميزات أهل السنة والجماعة وتذكرنا في المجلس الماضي ميزة من أهم الميزات التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم وهي ميزتهم في التفقه في الدين فبينا في المجلس الماضي أن أهل السنة والجماعة يعتمدون في تفقههم في دينهم على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح وأنهم يهتدون في ذلك كله بهدي الأئمة أئمة الإسلام وعلى رأسهم الأئمة الأربعة الذين هم الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد رحم الله الجميع وإن كانوا يستفيدون من جميع أئمة الإسلام ولا يقصون واحدا منهم ولا يقصون واحدا منهم وبينا كذلك أن أهل السنة والجماعة هم أهل هذه المذاهب وأنهم ليسوا بجنس خارج عن المذاهب الفقهية لأن كثير من الناس يثير شبهة ويعتبر أهل السنة والجماعة مذهبا خامسا يعني يعتبر مذهب أهل السنة والجماعة مذهبا خامسا وهذا في الواقع غير صحيح بل وليس له وجود في أرض الواقع بل أهل السنة والجماعة فيهم الحنفية وفيهم المالكية وفيهم الشافعية وفيهم الحنابلة وفيهم غير أتباع هذه المذاهب وفيهم يعني من كان قبل نشأة هذه المذاهب وتكونها إذن فمنهج أهل السنة والجماعة منهج يستوعب هذه المدارس الفقهية كلها لكنه كما بينا في المجلس الماضي فإنه يرفض تمام الرفض التعصب المذهبية يعني الذي يرفضه أهل السنة والجماعة ولا يقبلونه بحال من الأحوال هو يعني أنهم النجمودة على مذهب واحد لا نتعداه ونعتبر الخروج عنه خروجا عن جادة الصراط وعن جادة الحق والصواب وأن من خرج عن المذهب فقد ارتكب جرما كبيرا وإثما عظيما يعني فهذا هو الذي يرفضه أهل السنة والجماعة ولا يقبلونه وبينا هذا بالدليل وقلنا بأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم الناس بمذهب واحد ثانيا قلنا بأن الأئمة الأربعة أنفسهم رحمهم الله أوصوا أتباعهم وتلامذتهم أوصوهم بأن يقدموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على آرائهم على آرائهم وقلنا كذلك بأنه إذا أردنا أن نقتصر على شخص واحد وعالم واحد وإمام واحد ونأخذ بجميع اجتهاداته في جميع أبواب الفقه قلنا بأن هذا ينبني عليه اشتراط أن يكون هذا العالم مستوعبا للدين كله وهذا مما لا يلبغي أن يدعيه أحد وقد ذكرنا نماذج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ساعة علمهم وساعة اطلاعهم وكثرة معارفهم ومع ذلك فإنهم فاتهم من العلم الشيء الكثير الذي عالمه من هو دونهم ومن هو أصغر منهم فلذلك أهل السنة والجماعة يأخذون الحق أيا كان سواء كان عند الحنفية أو عند الشافعية أو عند المالكية أو عند الحنابلة أو عند الظاهرية أو عند ابن جرير الطبري أو عند غيرهم من العلماء كسفيان الثوري وكعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء الإسلام رحمهم الله جميعا رحمهم الله جميعا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا تابعا لهذا المبحث لأن هذا المبحث حقيقة ومبحث كبير جدا وفيه مسائل كثيرة ينبغي أن تناقش وتفهم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى تتمة لهذا الموضوع نناقش مسألة لها ارتباط بأسباب التعصب يعني لماذا نشأ التعصب في الأمة يعني أقصد بالتعصب هنا التعصب المذهبي يعني أن يتعصب الإنسان إلى مذهب معين يعني لا يقتصر عليه ولا يتجاوزه يعني من أسباب نشأة هذا التعصب هو قولهم إن المجتهدين قد انعدموا في هذه الأمة يعني هذه من المقولات التي يرددها المتعصبون لهذه المذاهب الفقهية لا المتعصب للمذهب الحنفي ولا المتعصب للمذهب المالكي ولا المتعصب للمذهب الشافعي ولا المتعصب للمذهب الحنبلي تجده يردد عبارة يقول فيها إن الاجتهاد قد فقد منذ قرون يقولون بأن الاجتهاد قد فقد منذ قرون يعني بمعنى أنه أغلق باب الاجتهاد ما معنى أغلق باب الاجتهاد؟ يعني أن يقرأ الإنسان النص من كتاب الله والنص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنبط منه الأحكام الشرعية من وجوب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو تحريم يقول إن هذا الذي يفعل ذلك قد فقد منذ زمان ولم يبقى للمجتهدين أثر قال لك لا ما بقاش عندنا المجتهدين المجتهدين الذين يأخذون من الكتاب والسنة لكي تسمى المجتهد المطلق قال لك المجتهد المطلق هذا فقد منذ سنين يعني منذ سنين لم يبقى في الأمة مجتهدون لبقى وغال مقلدة يعني لبقى هم المقلدة فقط أما المجتهدون فقد فقد فقدوا منذ زمان فقد فقدوا منذ زمان لماذا؟ لأنه قال لك الاجتهاد لابد لهم شروط يعني وهذه الشروط هم من وضعها هذه الشروط هم من وضعها يعني وضعوا للمجتهدين أن يكون حافظا لكتاب الله كله وعارفا بجميع المسائل الفقهية لا الإجماعية ولا الخلافية وأن يكون عارفا بجميع علوم اللغة يعني كأن يكون سبويه في اللغة يعني وأن يكون أصوليا بمن عارفا بأصول الفقه يعني أصولها وفرعها وأن يكون حافظا لآلاف الأحاديث من السنة النبوية يعني هذا هو الذي يسمى عندهم بالمجتهد وهذه القضية هديرة نقشها العلماء يعني هذه القضية دي القول بأن المجتهدين قد فقدوا وأنه لم يبقى هناك مجتهد هديرة نقشها العلماء وبيّنوا بطلانها وأنها فكرة خاطئة وأن هذه الفكرة هي فكرة خاطئة علش من عدة أوجه الوجه الأول ما هي السنة التي فقد فيها المجتهدون يعني بين لنا التي يقولوا بأن الاجتهاد قد فقد نقول لهم أي سنة فقد هذا الاجتهاد ومن هو آخر المجتهدين الذين بموته أغلق باب الاجتهاد فهل يستطيع أحد أن يدعي ذلك هذا هذا هو التحكم بعينه هذا هو اللي كي تسمع عند العلماء التحكم أشنو التحكم أن الدعي شيئا بلا دليل ولا برهن بال بمجرد بمجرد الرأي يعني رأي مجرد يعني كيف يعني ندعي ونحن بأنه في القرن الرابع أو في القرن الخامس مات آخر المجتهدين ولا يمكن أن تلد الأرحام مجداهدا مجددا يعني بحلها يعني كنسدوا الباب على الناس ونتحكم في فضل الله عز وجل ورحمته وكنجيوا الباب الرحمة الله تبارك وتعالى وكنغلقوها بإغلاق باب الاجتهاد يعني هذا هذا مجرد تحكم القول بأن المجتهدين قد انقرضوا وأنه لا يبقى مجتهد في الأمة هذا قول فيه تحكم على الله هذا فيه تحكم على الله عز وجل إذن فهذا أصل يعني هذه المسألة أصلا لا يمكن إثباتها ثانيا وضع شروط الاجتهاد فاشنجيوا مثلا شروط الاجتهاد من الذي وضع شروط الاجتهاد أليس المقلدة هم الذين وضعوا شروط الاجتهاد واش المجتهدون واش المجتهدون هم اللي احطوا الشروط ديال الاجتهاد أو لا المقلدة هم اللي داروا شروط الاجتهاد يعني فلا شك أن الذين يقلدون هم الذين يضعون الشروط التي ينبغي توفرها في المجدهد إذن أنت أصلا مقلد فكيف تضع الشروط للمجدهد وهل الحكم على الشيء إلا فرع عن تصوره فكيف تضع شروط لشيء أنت لا تتصوره أصلا أنت ما تتصور بحد الحاجة أصلا يعني أنت مقلد لست مجدهدا فكيف تضع الشروط لمن أراد أن يكون مجدهدا لذلك هذا كذلك خلل في هذا القول فالقول بأن المجدهدين قادين قارضوا هو تحكم على الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها رأي الحمد لله يعني المجددون أو المجتهدون لا يخلوا منهم زمن المجتهدون لا يخلوا منهم زمن وهم المجددون الذين يجددون للأمة أمر دينها وهؤلاء لا يخلوا منهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله يعني لا تزال هناك طائفة فهناك طائفة لا بد أن تبقى طائفة من العلماء طائفة من المجتهدين فهؤلاء لا بد أن يبقوا لتقوم بهم الحجة على العباد لتقوم بهم الحجة على العباد ثم من مساوئ هذا القول كذلك القول بأن باب الإجتهاد قد أغلق يعني من مساوئه أنه لا بد أن يستجد في الأمة أشياء يحتاج المجتهدون ليعملوا فيها النظر في نصوص الكتاب والسنة ليستخرجوا حكمها فالقول بأن هذا الباب قد أغلق يضع الأمة في حارج شديد يعني رأى الإسلام جعله الله تبارك وتعالى مصلحا لكل زمان ومكان وصالحا لكل زمان ومكان فلا بد ونحن نعيش لا بد أن تستجد في حياتنا أشياء هذه الأشياء ليس لها مثال سابق ما عندهش مثال سابق بش نحاول أننا نخرجها على ما سبق من الأمثلة ما عندهش ولكن نحتاج إلى نظر في القرآن ونظر في السنة من أجل أن نستخرج لها حكم فالقول بأن باب الاجتهاد قد أغلق يجعل الشريعة الإسلامية عاجزة أمام هذه المستجدات التي تظهر في الساحة بين الفينة والأخرى لأن باب الاجتهاد قد أغلق هاي مسائل جديدة كتجي أخصا ستخرج لها الحكم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نستخرج لها حكمة يعني كيف نخرج لها الحكم فنحن محتاجون إلى الاجتهاد نحن محتاجون إلى الاجتهاد والقول بأن الاجتهاد قد أغلق يضعون في حرج هاي مسائل تحتاج إلى جواب ولذلك لما عكف الناس لما عكف الناس على المختصارات الفقهية وأغلقوا باب الاجتهاد وعزلت الأدلة الشرعية من المختصارات الفقهية يعني كتلك مثلا المختصارات الفقهية في غير المسائل الفقهية المجردة لي عبارة عن مجرد أقوال ما فيها لا نصص لا من القرآن ولا من السنة فصارت هناك قطيعة بين الكتاب والسنة وبين الناس لأنها تلفق هديالهم كي يخدوهم من المختصارات هذه المختصارات خالية من الأدلة خالية من الأدلة فحصلت هناك قطيعة بين الناس وبين القرآن وبين السنة علش بحجة أنه إحنا ما مؤهلينش باش نظروه في الكتاب وباش نظروه في السنة فماذا حصل يعني لما هجمت المدنية المعاصرة بعجرها وبجرها الناس الذين عليهم أن يفتحوا أعيونهم في الكتاب والسنة قال لك الله سيدي إحنا لسنا مؤهلين إحنا لسنا مجتهدين هذا الاجتهاد المطلق قد أغلق بابهم منذ زمن وبقوا الناس وقف عاجزين مما جعل الناس يستبدلون الأحكام الشرعية بأحكام أخرى ولو الناس كيدروا كيتركوا الأحكام الشرعية لأنها عاجزة عن مواكبة العصر كما يقال تقول لك لا 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 تقول لك الأحكام الشرعية عاجزة عن مواكبة العصر إذن أخصنا نمشون نقلبوا على شيء حاجة أخرى لنحاولوا نستدركوا بها الخلل نحاولوا أننا نستدركوا بها الخلل فأتهمت الشريعة بماذا؟ بالقصور وهي رمش الشريعة اللي قاصرة وإنما من يحملها هو الذي كان قاصرا إحنا اللي كان نحمل الشريعة إحنا اللي فينا القصور ما استطعناش أن نفتح أعيننا وقلوبنا وبصائرنا على الشريعة وإلا رأى الحمد لله كل ما يستجد لنا في حياتنا فهو في كتاب الله قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وتقول إمام الشافئ رحمه الله ما تنزل بالمسلمين نازلة إلا في كتاب الله شفاؤها أي حاجة كتنزل بالمسلمين إلا وفي كتاب الله تعالى شفاؤها فلا نحتاج إلا إلى إمعاني النظر فلا نحتاج إلا إلى إمعاني النظر يعني شوف مثلا غير مؤخرا مليو قع ما يسمى بصلاة التباعد في المساجد يعني بعض الناس هجر المسجد يعني بعض الناس هجر المسجد ولم يعني يعود له في المسجد أي اهتمام علاش قالك هذه صلاة غير صحيحة يعني كيف نصلي ونحن متبائدون فسبحان الله يعني إلا رجعنا إلى الكتاب الله قد يلقوا صلاة الخوف قال الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فنجد هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الخوف قد صلى صلاة الخوف وقد لحق هذه الصلاة يعني خلل كبير في صفوفها وفي إطمئنانها وفي استقبال القبلة ويعني الصلاة مع حمل السلاح والصلاة مع المشي والحركة يعني كل شيء هذا شيء ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة فما بالك بصلاة الجماعة مع وجود التباعد إذن فهذه واحدة الحجلية مستجدة هذه الصلاة مع التباعد يعني هي مستجد ولكن يوجد في كتاب الله ما يدل عليها فما علينا إلا أن نفتح أعيوننا وبصائرنا وقلوبنا في كتاب الله سبحانه وتعالى إذن على المسلمين وعلى العلماء على وجه الخصوص أن يطلعوا بمهمتهم وأن يؤهلوا أنفسهم ليأخذوا الأحكام الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يصيبهم الخمول بحجة أن الاجتهاد قد أغلق بابه وأن شروط الاجتهاد عسيرة لا يمكن تحصيلها لا يمكن تحصيلها فإن هذا الكلام قد رده العلماء وبيّنوا خطأه كما ذكر ذلك العلامة الشنقيطي محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء الباين نعم المسألة الثانية من المباحث المهمة ونحن نتدارس مسألة ونحن نتدارس مسألة المذاهب الفقهية هو أن بعض الناس مثلا تجده ينقل بعض الكلمات لبعض العلماء المعتبرين في الإشادة بمذهب على مذهب فيظن فيظن الإنسان أن هذا تفضيل لهذا المذهب جملة وتفصيلا مثلا كالقومة بعض العلماء كمدحوا مثلا المذهب الشافعي ويرى بأنه أقرب الأدلة إلى الصواب تلقى مثلا عالم آخر تمدح المذهب المالكي ويرى بأنه أقرب المذاهب إلى الصواب وتلقى مثلا آخر تمدح المذهب الحنبلي ويرى بأنه أقرب المذاهب إلى الصواب مثلا كيف نتعامل مع هذه النصوص ومع هذه النقول كيف نتعامل مع هذه النقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة في عمل أهل المدينة له رسالة في عمل أهل المدينة أو في مذهب أهل المدينة وفي هذه الرسالة يبين رحمة الله عليه أن مذهب أهل المدينة أقرب المذاهب إلى الصواب وذكر لهذه المسألة أدلة وفعلا يعني المذهب للأهل المدينة مذهب يعني فيه مميزات يعني فيه مميزات يعني مذهب أهل المدينة مذهب فيه مميزات منها أن المدينة هي كانت سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة كانت مجمع الفقهاء كانت مجمع الفقهاء يعني كان تجمع الفقهاء السبعة يعني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة كانت بعيدة عن البدع التي كانت منتشرة في ذلك الزمان فمثلا بدعة الخوارج جاءت من بلاد مصر ومثلا بدعة الرافضة السبائية يعني كانت في العراق وبدعة القدر يعني كانت في البصرة وبدعة الإرجاء كانت في بلاد الشام المهم أن أما المدينة فقد كانت ولله الحمد في حفظ وأمان من البدع فلذلك يعني ابن تيمي رحمه الله الفدر رسالة في تفضيل عمل أهل المدينة فإذن وش ملك القوش عالم كيم دحش مذهب معين يعني كيم دحو جملة وتفصيلا وأن هذا المذهب هو صواب في كل ما فيه الجواب لا وإنما هذا التفضيل هذا التفضيل هو من باب التفضيل الأغلبي هذا التفضيل هو غير من باب التفضيل الأغلبي يعني غير من باب الأغلبية يعني أغلب هذا المذهب ما فيه صواب يعني صواب هذا المذهب أكثر من صواب هذا المذهب وصواب هذا المذهب أكثر من صواب هذا المذهب إذن فهو تفضيل أغلبي فهو كقول الله عز وجل يعني بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يعني تفضيل الرجال على النساء إنما هو تفضيل في الجملة هذا التفضيل إنما هو تفضيل في الجملة وليس تفضيلا في جميع الجزئيات فقد تجد من النساء من تفضل كثيرا من الرجال ولكن جنس الرجال جملة أفضل من جنس النساء جملة كذلك هذا التفضيل الذي يقع من هؤلاء العلماء يعني الإمام بن تيمي رحمه الله فاشتوت كل ما على مذهب أهل مدينة وعمل أهل مدينة وقال بأنه العمل لهم ره معتبار يعني شيء يتوافق مع السنة النبوية وكذا ما قالش بأن أورا جميع الجزئيات دي العمل أهل مدينة فهي صحيحة ماشي جميع جزئيات عمل أهل مدينة فهي صحيحة علاش لأنه كما ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يشيع فيها شيء خلاف السنة قد يشيع فيها شيء خلاف السنة وذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله كشاهد لهذه المسألة حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما حج بالناس وجاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه وتناول خصلة من شعر كانت في يد حرسيين يعني تناول هذه الخصلة من الشعر وقال يا أهل المدينة لما ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم إذن فمعاوية بن أبي سفيان وهو أمير المؤمنين كان في بلاد الشام لكنه لما زار المدينة وجد أن أمرا من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد فاشت وانتشرت في أهل المدينة لذلك صعد المنبر وخطب فيهم وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم كأنه يعاتي بالعلماء على تقصيرهم في أداء الواجب من إنكار المنكر يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه وهي وصل الشعر ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم فالحافظ بن عبدالبان رحمه الله استفاد من هذا الحديث أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يشيع فيها أمر خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الشأن بالنسبة للموقف الذي وقع لعائشة رضي الله عنها فعائشة رضي الله عنها لما يعني لما مات سعد من أبي وقاص رضي الله عنه لما مات سعد من أبي وقاص رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها أدخلوه المسجد حتى أصلي عليه أدخلوه المسجد حتى أصلي عليه فأنكر الناس ذلك فأنكر الناس ذلك يعني أنكر الناس عليها أنها قالت أدخلوه المسجد حتى أصلي عليه طبعا الناس حينما أنكروا هذا الأمر إنما أنكروه بناء على ما عايشوه مع النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصلي على الجنائز في المصلى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز في المصلى فهي لما قالت لهم أدخلوه إلى المسجد حتى أصلي عليه أنكروا عليها أنكروا عليها فلما أنكروا عليها قالت ما أسرع ما نسي الناس ما أسرع ما نسي الناس يعني ما أسرع نسيان الناس فوهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد إذن فهو أهل المدينة أنكروا أن يصلى على الميت في المسجد ولكن عائشة ردت عليهم بالحديث الصحيح الذي تحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقالت لهم ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد إذن فمن لي تقولوا عمل أهل المدينة فهو عمل معتبرون لا يعني أنه معتبر في جميع الحيتيات لا يعني أنه معتبر في جميع الأشياء لا يعني أنه أفضل من جميع يعني ما يخالفه لا يعني عمل أهل المدينة هو مفضلون في الجملة ولكن في الأفراد لا لأنه كي يقولوا من القواعد قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا يقدر مثلا عمل أهل المدينة هو فاضل وقد يعرض للمفضول لهو مثلا خبر أحد يرويه أحد الصحابة في غيره يعني في غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أفضل من عمل أهل المدينة ويبين ذلك أن الإمام مالك رحمه الله لما ألف كتاب الموطأ قال له أبو جعفر المنصور ما رأيك أن نحمل الناس عليه يعني نجمعو الناس كلهم على الموطأ فقال له الإمام مالك لا فإن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار فإن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار قال له رأي الصحابة رأيهم تفرقوا في الأمصار إذن فإقدر يكون شيء واحد من الصحابة اللي يمشل شيء مصر من الأمصار خدمعه شيء علم هو أولى مما جعلته في الموطأ مما جعلته في الموطأ وما قبلش أنه يحمل الناس على الموطأ إذن فهذا يؤكد هذه المسألة إذن فليتنقولوا مثلا المذهب الحنفي مثلا هو أفضل أو اللي يقولوا مذهب المالكي هو أفضل أو اللي يقولوا مذهب الشافعي هو أفضل أو اللي يقولوا مذهب الحنبلي هو أفضل رأي تنقولوا أفضل من حيث الجملة يعني كل عالم يفضل المذهب الذي يميل إليه من جهة الجملة لا من جهة الأفراد لأن كل عالم ينتسب إلى مذهب من هذه المذاهب إلا وتجده عند مواقف وعند فتاوى تخالف مشهور المذهب تخالف مشهور المذهب مثلا من المشهور ذي المذهب مالك أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة ليدين لكن من علماء المذهب المالكي من يقول بأن التيمم ضربة واحدة منهم من يقول بأن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفي كذلك المشهور مثلا في مذهب مالك رحمه الله المشهور في مذهب مالك رحمه الله أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام هذا هو القول المشهور المأموم يستمع وراء الإمام في الصلاة الجهرية لكن من العلماء من يقول بقول الشافعي بوجوب قراءة الفاتحة بوجوب قراءة الفاتحة المشهور في مذهب مالك أن سجود السهوي يكون قبل السلام للنقص وبعد السلام للزيادة هناك من العلماء وهذا هو القول المشهور ولكن هناك من العلماء من يرى أن الأمر واسع في ذلك أن الأمر واسع في ذلك يعني تقول لك الأمر واسع بغيت يديروا قبل السلام يديروا قبل السلام يديروا بعد السلام يديروا بعد السلام إذن وهذه هي نظرة أهل السنة والجماعة لهذه المذاهب الفقهية الأخذ بهذه المذاهب نعم ولكن من غير أن نتعصب لهذه المذاهب وأن الخلاف بين هذه المذاهب هو خلاف داخل أهل السنة وليس خلافا خارجا عن السنة هذه مسألة مهمة أحببت أن أختم بها هذه الحلقة المباركة الخلاف بين المالكية والشافئية أو بين المالكية والحنفية أو بين الحنفية والشافئية أو بين الشافئية والحنابلة هو خلاف بين أهل السنة فيما بينهم وليس خلاف أهل السنة مع أهل البدع لأن الخلاف في هذه المذاهب هو خلاف يعني في مسائل فرعية يعني في المسائل خلاف في المسائل الفقهية هو خلاف في مسائل فرعية مش خلاف في الأصول مش هو الخلاف ما بين أهل السنة والجماعة وأهل البيدع لذلك كان الإمام مالك يخالف الإمام الشافعي كان الإمام مالك يخالف أبا حنيفة كان الشافعي يخالف أبا حنيفة كان الإمام أحمد يخالف الإمام الشافعي ومع ذلك هل كانت بينهم عداوة هل كان بينهم تباغض هل كان بينهم تدابر هل كان يراه يعني شخصا آخر الجواب لا طيب ولماذا إذا رأاك شخص خالفت مشهور المذهب الذي ينتمي إليه يعدك كأنك عدو من ملة أخرى وهذه طامة كبرى هنا يعني لا شفك شو أحد انت خالفت له المشهور المذهب الذي ينتمي إليه يعدك وكأنك من دين آخر وهذا واقع للأسف الشديد يعني هذا واقع يعني ونرجع إلى زمن السبعينات والثمانينات كان الإنسان إذا صلى واضعا يديه على الأخرى يعني كان يعامل معاملة شديدة بل كانت هناك مناطق إذا صلى الإنسان بوضع اليمنى على اليسرى كان يحمل ويرمى خارج المسجد كان يحمل ويرمى خارج المسجد ومنهم من كان يضرب والعجيب في الأمر وهذا مما يعلمته في السنوات المتأخرة يعني أنهم كانوا يعدونهم مسيحيين كانوا يعدونهم مسيحيين يعني وهذه المسألة كنت قرأتها قديما في قصيدة نظمها أحد الأئمة الأعلام في منطقة سوس الحاج محمد رشاد رحمه الله كان قد نظم قصيدة في سنية القبض في الصلاة يعني سنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ونظم هذه القصيدة يرد فيها على بعض الفقهاء الذي أنكر أن يكون هذا من السنة فافتتح هذه القصيدة قائلا أنكرا بعد معرفة تريد لقد أتعبت نفسك يا سعيد أليس القبض سنة خير هاد أتنكره ومصدره أكيد ثم بدأ يذكر المصادر التي روت سنية القبض والوضع في الصلاة ولكن قال في خاتمة هذه القصيدة يعني في آخرها قال وَلَا تَغْتَرَّ إِنْ كَذَبُوا وَقَالُوا مَسِيحيٌّ أَوْ وَهَابِيٌّ أَوْ مُرِيدٌ يعني كنت قرأت هذه الكلمة حينما قال لا تغتر إن كذبوا وقالوا مَسِيحي أنا لم أفهم ما وجه هذه التهمة كيف الإنسان إذا صلى واضعا اليمنى على اليسرى يسمى مسيحيا يعني حتى علمت فعلا كان الناس يطلقون هذا اللفظ على من صلى واضعا إحدى يديه على الأخرى فمن صلى وهو يضع اليمنى على اليسرى كانوا يعتبرونه مسيحيا فهذا الخلاف الخلاف بين المذاهب الفقهية كان أصلا بين أصحاب المذاهب ومع ذلك كانوا يعتبرون أنفسهم كلهم من أهل السنة والجماعة فكيف يعني أنت الآن إذا خالفت مشهورا مذهب تعتبر كأنك من كوكب آخر أو أنك أتيت بدين آخر يعني شوف تف الإطلاق واحتف التعامل يعني يتعاملون مع من من يضع اليمنى على اليسرى معاملة العدو ويسجرونه ويطردونه من المسجد ويطردونه من المسجد يعني وقد من أهل خراسان يقال له الخوب شاني هذا يعني جاء إلى مصر ودخل إلى قبر الشافعي رحمه الله دخل قبر الشافعي فوجد بجانب قبر الإمام الشافعي قبريني فسأل قال لهم لمن هذان القبران قالوا ليه واحد جوج من الحنابلة قالوا لي هادورا واحد جوج من الحنابلة وهذا وهو شافعي هذا الخوب شاني هو شافعي المتعصب فقال لهم لا يجتمع في المكان قبر صدق وزندق قال لهم لا يجتمع في المكان قبر صدق وزندق فأمار به ما فنبشا يعني قل له هادور سميت نبشه يتحيدوا من هنا يا ما يبقوش واه سبحان الله هل بلغت العداوة إلى هذا الحد بلغت العداوة إلى هذا الحد أصلا واش هد الخلاف كان ما بين أحمد بن حنبل الشافعي نقول له لهذا حنبالي تبع أحمد بن حنبل والشافعي واش كي نشئ عداوة ما بين أحمد بن حنبل الشافعي الجواب لا إذن فلماذا العداوة بين الأسبع هذا هو نتيجة التعصب هذا هو نتيجة التعصب فلذلك الخلاف كان بين أصحاب المذاهب ولكنهم كانوا يعتبرونه خلافا سائغا كل يت يعني كما قال سعيد بن جبير رحم الله من انتهى إلى ما سمع رحم الله من انتهى إلى ما سمع يعني كان الإنسان ينتهي إلى علمه شيء من السنة فيعمل به ويقول به ما كانش بنتهم هاد العداوات وهاد التطاحن الذي صار بين أتباعي هذه المذاهب لذلك ينبغي أن نزيل هذه العداوات وهذه السخائم وينبغي أن يكون تعصبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يكون تعظيمنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أما هذه المدارس فهي وسائل للتفقه لا غير لكن لا ينبغي أن نجعلها غاية نوالي ونعادي من أجلها أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر